السلام عليكم اخباركم ايه في الحر الجامد جدا ده النهاردة ببنسبة الحر الشديد قوي ده هنعمل حلة بارد مش هياخد منك وقفة حوالي تلت ساعة كله على بعضه حلة سهلة وبسيط وحلوة جدا تعالوا نعرف الحلوة بتاعي البارد اللي بيرطب على القلب ده تعمل ازاي يلا بنسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير في الفيديو تابعوا الفيديو للنهاية كله معلومات مفيدة جدا معي هنا بقى اول طبقة انا هستخدمها معي في الحلوة بتاعي هي طبقة البسكويت انا معي هنا 500 جرام من بسكويت الشاي المطحون سواء حبه بقى تشتري او تعمليه زي ما تحبي انا استخدمت هنا بسكويت الشاي اشتريت العلبة بعشرة جنيه دول حوالي 500 جرام ضفت على 500 جرام حوالي 150 جرام من الزبدة يعني 3 كبايات من البسكويت المفروم ضفت عليهم حوالي كباية من الزبدة الدايبة الزبدة انا دوبتها معايا في الميكرويف بعد كده حطيت الزبدة على البسكويت اللي معايا وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما بقى البسكويت معايا عامل زي الرملة المبلولة بالظبط شايفين مينادي وحلو ازاي الزبدة مش كتير رفع جانته لا حلو مرمل معايا بعد كده جبت الصينية اللي انا هاشتغل فيها او هقدم فيها بدأت افرد عليها البسكويت الاول واوزعه في الصينية وحس انه هو خلاص بقى كل جنب زي التاني يعني انا عايزة يكون متوزع في الصينية معايا بالتساوي بدأت بعد كده اضغط عليه بظهر المعلقة خلاص سويت وضغط عليه كويس جدا بدأ خلو التلاجة لمدة نص ساعة في الوقت ده بحضر الطبقة الطبقة اللي انا حضرها دي هي الطبقة التالتة اللي هي طبقة الجناش تمام انا بحضر الطبقة التالتة قبل التانية وهقول لكم اي دلوقتي انا معايا هنا 300 جرام من الشوكولاتة الخام استخدمت شوكولاتة جولدن بيج في درجة حرارة المطبخ واستخدمت كمان 150 جرام من الكريمة اللباني او كريمة الطهي اللي هي الكريمة السخنة الكريمة بتاعة الاكلات مش الحلويات تمام الشوكولاتة هنا معايا مقطعها مقعبات اول بعد كده رفعت اسفل الكريمة اللباني رفعتها على النار سخنت جدا معايا بعديها بدأت اضيف عليها شوكولاتة واحدة واحدة مع التقليب الكويس جدا والمستمر الحد ما بتأكد ان الشوكولاتة كلها دابت معايا جوه الكريمة تمام شايفين كده بيكون قوامة وهي سخنة لكن لما بتبرد بتتقل و بتكون عاملة معايا مطة زي اللي احنا شايفينها في المضرب كده بالظبط شايفين الفرق بين الاسباتيولة والمضرب بعد كده خلاص بحطها في الطبق بتاعي وبركنها عايزاها تاخد معايا درجة حرارة المطبخ عايزاها تبرد عشان ما ينفعش نضيفها على الحلوة بتاعنا وهي سخنة في الوقت ده بقى هحضر الطبقة التانية تمام اللي هي بتكون عبارة عن كوباية من الحليب المتلك بضيف عليها كوباية من كريم شانتي الخام البودر الغير محلة بضيف كمان عليها نص كوباية من السكر البودرة الحليب اللي معايا هنا لازم يكون متلك شفتوا الحليب كان معايا قطع التلج كده تقريبا فقلب البولا اللي معانا معايا هنا بقى في الطبق الاخير ده نص كوباية من مبشور جوز الهند تمام يعني جوز هند مبشور هنعمل كده شوية كريمة زي كريمة كيكت كندر الكريمة دي بتبقى حلوة جدا او كريمة جوز الهند ضربت معايا الكريم شانتي كويس جدا لحد ما تضاعف حجمه معايا انا استخدمت هنا معايا كريم شانتي المتحدة نوع حلو جدا وحاجة نظيفة ضربت الحد ما بقى معايا تقيل بالشكل ده كوباية الحليب بتاخد كوباية كريمة بعد ما ضربتهم كويس مع بعض اخدت معلقتين كده من الكريمة قبل ما اضيف ليها جوز الهند وهقول لكم هنعمل بها ايه بعد كده ضفت جوز الهند على بقى الكريم شانتي كل المكونات والمقادير بتاعت الحلوة بتاعي النهارده هكتبها لكم في صندوق الوصف قلبت جوز الهند في الكريم شانتي كويس جدا كان البسكوت كمان اتماسك معايا في التلاجة خرقت الصينية اللي فيها البسكويت وبدأت او فيها الطبقة الاولانية اللي هي بتاعت البسكويت وبدأت افرد عليها كريمة جوز الهند بالشكل ده شايفين سهلة وسلسة وبتتفرد معايا بسهولة جدا بفردها كده وبساوي مش عايزة ناحية تبقى اعلى من ناحية تمام عايزها كده تبقى اولة زي اخرها مش جنب عالي وجنب واطي علشان خاطر لما يجي اصب الجناش يكون مظبوط معي حاجة كمان انا ما ينفعش اصب الجناش بتاعي على كريمة جوز الهند لان هيطلع معي الجناش شكله محبب شوية وانا كنت عايزة يكون ناعم واملس معي كده وشكله يكون كريمي تمام فعشان كده انا اخدت معلقتين من الكريم شانتي قبل ما اضيف عليهم جوز الهند هنا خلاص انا اضيفت الكريم شانتي اللي عليه جوز الهند وبدأت اساويه زي ما احنا شايفين كده بلزباتيولا اي زيادات كده بشيلها وبستغنعها تمام بجيب بقى هنا المعلقتين اللي هم السادة اللي من غير جوز هند ببدأ افرد بيهم واشطب بيهم زي ما بيقولوا كده اخر طبقة معي نعيزاها الكريمة تكون زهرة ونعمة معي بساوي بقى كويس جدا بمعلقتين الكريمة دول وعلشان تطلع معي ملسة ونعمة وحلوة وزي الفل ببدأ اساويها كده بلزباتيولا اي زيادات بشيلها وبعد كده بغسل اللزباتيولا بتاعتي كويس جدا بشوية مية تمام؟ وياريت بقى لو غسلتها بشوية مية دافية وكانت اللزباتيولا دافية معاك ابدأي اسحابي اخر طبقة بلزباتيولا وهي نظيفة وتكون دافية شوية معاك هتلاقي الكريم شانتي بقى ناعم وبقى ملمسه كله سوى واحد واملس تمام؟ انا بنضف هنا الحروف الاول شايفين ده بقى شكل اللزباتيولا بعد ما غسلتها بشوية مية دافية شفته انا سويت اول واحدة وقربتها من الكاميرا نعمة جدا كده خلاص اهي الطبقة الاخيرة بيتجهزة معايا في الوقت ده كان الجناش بتاعي برد واخد معايا درجة حرارة المطبخ بدأت اصبه كده على الكريم شانتي شايفين؟ سهل جدا وبيلمع وحاجة مفيش بعد كده عايز اقول لكم الجناش ده غطي بقى بيه تورطايا غطي بيه حلويات هيطلع معاك نتيجة هيلة جدا كمان مش مكلف كده اه مش مكلف خالص يعني تمام وبمكونين اتنين بس وسهلة قوي هنا فيه طالع معايا شوية فاقيع هقول لكم دلوقتي انا هتخلص بيها بالسكينة اي فقعات كده بروح شكاها بالسكينة وبعد كده بدخل الحلو بتاعي في التلاجة لمدة ساعتين بعد الساعتين بيكون شكله بقى هايل وروعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده وببدأ اقطع فيه لما باجي اقطع فيه بقى بامسح كل تقطيعة وتقطيعة ما بينهم بالسكينة وبامسح السكينة كويس جدا بمية لازم ومهم جدا ان انت بين كل تقطيعة وتقطيعة تمسحيها كويس جدا انا هنا كنت بلى المنديل اللي معايا ده بشوية مية دافية وبين كل تقطيعة وتقطيعة بقى ايه تمسح السكينة بتاعتي كويس جدا علشان تطلع معايا التقطيع بتاعها حلو بعد كده جبت هنا شوية جوز هند وبدأت ازيم بيه كل واحدة كده بدأت اضيف عليها شوية من جوز الهند تقدر تحطي اي تازين تاني انت حبايا تقدر تقدميها كمان سادة زي ما تحبي انا زينتها بجوز الهند وبوحدات من عين الجمل شايفين شكلها حلو قد ايه شكلها شيء جدا في التقديم على فكرة ده غير النطعمة حلو قوي وحالة بارد وسهل وبسيط اخذ معايا بالضبط ووقف حوالي نص ساعة ما اخدش اكتر من كده والله اقل كمان شايفين انا زينتها كده بوحدات عين الجمل التزين ده بقى بتاعك انت ده بقى شكلها الجميل بعد ما تزينت هنبدأ بقى انطلع قطعة كده مع بعض طبعا اول قطعة بتبقى هي اصعب قطعة تمام انا هشيل اول قطعة كده في طبق لوحدها علشان اوسع لغيرها هبدأ بقى اشيل الجميلة دي شايفين طلعة عاملة زي قطعة الجاتو بالضبط شكلها حلو قد ايه كمان كريمة جوز الهند دي حلوة جدا انا واخد فكرة كريمة جوز الهند من كيكة كيندر دليس الفرنسية بصراحة الكريمة دي هتختفق حلوة جدا شايفين قد ايه حلوة البسكويت الزبدة بتاعته مظبوطة عليه طالع طي وحلو واللون بتاعه كمان معقول جدا الحلوة بتاعي كان جاهز فاقل من ساعتين من الزمن وتقدم جنبي كده كباية عصير ويا سلام حاجة كده اخر رواءان في الحر ده جربوه ان شاء الله يعجبكو جدا كمان زي ما احنا شايفين الجناش معايا سابت مش مسين مفهوش اي غلطة تعالوا بقى نقطع منها كده بالمعلقة ونشوف قد ايه البسكويت بتاعي واخد طبقة مقرمشة كده وحلوة لكن مش ناشف تمام حلو قد ايه واو حاجة كده تختفي القلب يلا بقى لو عجبكو الفيديو بسرعة عملولي لايك ليه وشاركوه مع اصحابكو وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب كان معاكم ايمان سعيد مع السلامة